لإزالة القلق من حجم المنهج قال سيتم استكمال باقي منهج الترم الأول لمادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع في الترم الثاني وترحيل باقي منهج الترم الثاني للعام التالي وذلك لأن منهج الترم الأول يحتاج 180 يوم لدراسته لأن تم وضعه طبقا لمقاييس عالمية تناسب حجم العام الدراس العالمي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين ترحيل أجزاء من منهج الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني الوزارة حديثا اكتشفت أن المنهج عاوز 180 يوم علشان يخلص وإحنا الماء الترم عندنا 93 يوم تعالوا نتعرف على تفاصيل الأخبار واللي حصل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن على صفحته الرسمية بعد ما يطلع في برنامج معه على قناة ام بي سي مع الإعلامي شريف هنقول كل حاجة بالتفصيل بس طلع آخر حاجة على صفحته قال تصحيح سوف نستكمل محتوى الترم الأول بعد منتصف العام ثم ننتقل لمحتوى الترم الثاني ونتعلم منه أقصى قدر حتى نهاية العام ونستكمل ما تبقى من الترم الثاني بعد الأجازة الصيفية طبعا كلام مش مفهوم ومش واضح على الإطلاق فالناس علقت وقالت يعني هو اكتشف فجأة أن المنهج اللي هو طوره محتاج 180 يوم علشان ينتهي من الدراسة والعام الدراسي أصلا 100 يوم طب إزاي بقى؟ تعالوا نشوف الوزارة اكتشفت بعد مرور 82 يوم من الفصل الدراسي الأول إن منهج الصف الرابع الابتدائي لا يتناسب مع المدة الزمنية المقررة لتدريسه مع العلم إن أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يوم بعد حسف الأجازات يعني بتعلن قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول بعشر تيام إن المنهج غير ملائم للخريطة الزمنية للعام الدراسي طب إزاي؟ كده المفروض إنه هو يأجل الترمي الثاني اللي هو كان مخصص لسنة ربعة يخليه لسنة خمسة ويبدأ يمسك يعني زي ما فيه ناس قالت كده الترمي الأول يتقسم بدل مثلا ما كل منهج 8 وحدات أو 6 وحدات يخلي الترمي الأول 3 وحدات بس والترمي الثاني 3 وحدات تانين حبي يعد الإضافات ويزود حاجات يزود من منهج سنة خمسة لكن المنهج محتاج 180 يوم والترمي 93 يوم يعني النص بالنص يعني اللي عاوز يدرسه في ترم هو أصلا المؤلف بتاع الكتب وبتاع المناهج قال ده يتدرس في سنة وإحنا عايزين ندرسه في ترمي ولسه الوزارة مكتشفة الكلام ده المهم أن الوزير قال مع شريف عامر اللي هو بتاع قناة MBC في مدخلة في برنامج مصر يعني على MBC يحدث في مصر اسم البرنامج كده عشان بيطمن أولياء أمور الصف الرابع أنه هيمتحن أولادهم فيما تم دراسته فقط فطبعا الناس برضو ردت وقالت تضمن منين حضرتك أن المنهج ما تسلقش علشان كله بيدي تمام يعني كل المدرسين عايزة تخلص المنهج حسب الخريطة اللي توزعت للمناهج فطبعا كله كان بيكروت الحقيقة ويترى الامتحانات اللي هيمتحنوها الولاد بقى ما اتطبعتش لغاية دلوقتي هل فعلا ما اتطبعتش طب عايزين إجابة على السؤال ده ان الناس كرويتة المناهج وكده علشان يلحقوا يخلصوا في المدة دي طبعا ده التصحيح اللي هو قاله الوزير ان هينتقل بقى المحتوى الترمي التاني اللي هو جزء الباقي يعني وعلى كده الامتحان طبعا الجدول نزل الرسمي ان الامتحان هيبقى يوم خمستاشر هيبقى لغة عربية وتربية دينية والحد علوم طبعا الجدول معاكم وقلنا قبل كده بس احنا بنتكلم هنا على ايه بقى بنتكلم على هل امتحانات لسه ما تحطتش ولا هيغير ولا ايه اللي هيتم بالزبط طبعا المدرسين خلصوا المناهج وخلاص كده احنا اتدبسنا الولاد اتدبسوا المناهج كده هتقل ولا طبعا يعني فيه عك كتير فيه حاجاتها كتير حصلت زي عجز المدرسين فيه عدم تأهيل المدرسين اصلا تكدسوا الطلاب كتب كانت اتأخرت كل دي مشاكل حصلت بسبب المنهج الجديد طيب المنهج فعلا اتسلأ وكروت والمدرسين بقى كل همهم يخلصوا المنهج قبل الامتحان طبعا هم غصبا عنهم وهم نفسهم معترفين بكده المهم احنا ايه بقى العايزين يعني الوزير يطلع يقول لنا ان هو خلاص يخلي الترمي الاول يقسمه على ترمين طيب نشوف بقى الخبر اصلا ومصدره عشان الناس اللي بتقولك مصدر الكلام ده طبعا الدكتور طارق شوقي يعني عن مفاجأة لطلابه لازالة القلق من حجم المنهج قال سيتم استكمال باقي منهج الترمي الاول لمادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع في الترمي الثاني وترحيل باقي منهج الترمي الثاني للعام التالي وذلك لان منهج الترمي الاول يحتاج 180 يوم لدراسته لان تم وضعه طبقا لمقاييس عالمية تناسب حجم العام الدراسي العالمي ولكن العام الدراسي في مصر 100 يوم ولذلك نحتاج لاعادة تطوير العام الدراسي والى ان يحدث ذلك سنستمر بكتاب الترمي الاول للترمي الثاني حتى ينتهي العام الدراسي ثم يتم استكمال دراسة كتاب الترمي الثاني بعد الاجازة الصيفية يعني هو عاوز يعمل ايه يخلي السنة كلها دراسة للولاد وما فيش اجازات وما فيش لعب وما فيش اي حاجة من ده كله عاوز يتناسب الدراسة في مصر بالدراسة العالمية على اساس ان هو جايب المنهج ده من اماكن من برا فالمنهج ده كان ترم واحد برا عندهم لان الترم عندهم بيبقى 180 يوم على عكس عندنا دي السنة كلها عندنا 180 يوم طبعا المصدر برنامج جي حدث في مصر مع الاعلامي شريف عامر دي كانت كل الاخبار اللي معانا علشان الناس ما تقلقش والوزير قال ان هو هيرحل حاجات لسه بقى هما بيزبطوا بالضبط ايه اللي هيترحل للترم التاني واللي مش هيجي في الامتحان هنبلغكم بكل جديد مجرد معرفة او مجرد ما هما ينزلوا من الوزارة باذن الله بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة